تتفرج العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات والخصائص المهمة التي تجعل منها أنموذجاً في العلاقات العربية العربية القائمة على صياغة رؤية مشتركة لترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين تتسم العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بكونها علاقات تاريخية تشهد تطوراً مستمراً على كافة المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله وروابط الأخوة ووشائج القربة والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما والتي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في المجالات كافة وتنفرد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات والخصائص المهمة تجعل منها أنموذجا في العلاقات العربية العربية القائمة على صياغة رؤية مشتركة لترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين منها تطابق رؤى قيادتي البلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية وكيفية التفاعل معها مع التمسك الأصيل بالثوابت العربية والإسلامية تجاه كافة القضايا وتعزيز سبل العمل العربي المشترك وسعي الجاد لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم كافة الجهود التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إن علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تشهد كل يوم إضافة جديدة يرتفع معها البنيان أكثر وتزداد التطلعات إلى مزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين ولسيما أن العلاقات البحرينية السعودية تزداد رسوخا وصلابة وعمقا بفضل حنكة قيادة البلدين وما يجمع شعبي المملكتين من رؤى تجمع وتعزز وتطور العلاقات وتدفع بها إلى الأمام وتشعرنا دوما بالعمق الاستراتيجي لهذه الروابط والعلاقات الوطيدة والأبدية وبأننا في وطن واحد هذا وتعادلت الزيارات التاريخية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين ولطالما كان الهدف من تبادل هذه الزيارات تعزيز الترابط بين الشقيقتين البحرين والسعودية بالعلاقات الأخوية الوطيدة المتميزة اشتغت مملكة البحرين إلى زيارته كي تعرب له حجم الحب والوفاء والتغدير القائد الفذ منذ أن كان أميرا للرياض كان يقوم كعادته بالزيارات المباركة لإخوته القادة في دول مجلس التعاون وعلى رأسها مملكة البحرين تأكيدا على عمق العلاقات المتينة والوطيدة بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ وقد تكون زيارة الضيف الكبير للبحرين في ستينيات القرن الماضي خير شاهد على تلك الجولات الخيرة في المنطقة حيث كان سمور الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين آنذاك في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي كان أميرا للرياض آنذاك وتغديرا واحتراما لسموه اصطف جموعا قفرة من المواطنين للترعيب به لدى وصوله لبلده الثاني البحرين ودائما تكون هذه اللقاءات الأخوية بين الأشقاء تحمل طابع أهل ودي ولكنها تمتزج ببحث عميق لأبرز المستجدات على كافة الصعود وفي الموضوعات ذات الإهتمام المشترك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحظى اليوم كما حظيت دوما اهتمام كل أهالي مملكة البحرين قيادة وشعبا فالمملكة العربية السعودية لها في وجدان كل بحريني مواقف خالدة ستظل في قلوب شعب مملكة البحرين وفي صفحات التاريخ الوطني الخليجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر